في خبر آخر شدد وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت على أن تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية يعتبر من أكبر التحديات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة وقال لفتيت خلال جلسة المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤاطرة للمنظومة الانتخابية أمس بمجلس النواب قال إن الانتخابات المقبلة ستكون استثنائية على مستويين الأول يرتبط بالظرفية التي تأتي في هذه الانتخابات والتي تتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بفايروس كورونا والثاني يرتبط بطريقة الإعداد لها ثري الحساني والتفاصيل انتخابات السنة الجارية ستكون استثنائية من حيث الضرفية التي تأتي فيها والتي تتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بفايروس كورونا هذا ما سجله وزير الداخلي عبد وفي لفتيت مشددا على أهمية المضي بنفس الروح التي طبعت المشاورات بشأن تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك من أجل إخراج نصوص قانونية يكون عليها اتفاق الحكومة من جانبها سعت للإتيان بنصوص ليس فيها خلافات كثيرة من أجل تسهيل المأمورية على النواب للقيام بنقاش مصطدف وهادف ويتيح الوصول إلى حلول يتم عليها نوع من التوافق لفتيت لفت إلى أن وزارة الداخلية لها نفس العلاقة مع كافة الأحزاب وتمتلك القناعة والمنظور ذاته بأن يكون العمل الحزبي يصب في صالح البلاد مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لكي تمر العملية الانتخابية للسنة الجارية في أحسن الظروف ومشيلا إلى أن الوزارة تتعهد بأن تقوم بأقصام في جهدها لكي تتسم هذه العملية بالحياد التام والإيجابي لأطرها أما النواب البرلمانيون فاعتبروا أن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة مهمة من أجل بث نفس سياسي شديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية دستورية في موعدها المحدد وبالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب والمشاورات بشأن القوانين الانتخابية